حدث اليوم خلال الاجتماع اجتماع مجموعة السبعة وسبعين زائد الصين في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية وأنه الرئيس أعلن طبعا هي مصر كانت بتترقص هذا الاجتماع احنا عارفين الكلام ده الرئيس أعلن انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة السبعة وسبعين لعام 2019 بالتسكية والحقيقة انه هذه الكلمة كانت مهمة جدا وقال فيها انه مراسم انتقال رئاسة مجموعة السبعة وسبعين هتكون ان شاء الله في يناير 2019 عندما نقول انه ما من دولة عربية مع كل الاحترام لكل الدولة العربية ولكل الجهود بصفة عامة يعني الحفيفة التي تسعى الى حالة القضية الفلسطينية ومساعدة ابناء الشعب الفلسطيني وانما عندما نقول بقلب وافق وعن يقين انه ما من دولة عربية ما من دولة في العالم تقدم قدمت وما زالت تقدم للقضية الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني ما تقدمه مصر حكومة وشعبا فنحن نعني هذه الكلمة مصر لها دور تاريخي في القضية الفلسطينية شوفنا على مدار سرواة طويلة جدا حتى خلال العامل الماضيين تهدئة الاوضاع بين فتح وحماس وعقب لقاءات كثيرة جدا والصفر الى غزة واهلين هناك وقيادات من فتح وغزة يأتوا الى مصر كل دليل لانه الحقيقة انه في النهاية يبقى المواطن الفلسطيني صاحب الارض هو من يتعرض للانتهاك هو من مختصب ارضه هو من يمنع من الصلاة في المسجد الاقصى هو من يهان في كثير من الاوقات وبالتالي ده دور مصر طول الوقت حتى نصب اعينها انها شايفة انه على مصر وهي الكبيرة في المنطقة العربية وهذا فعلا وليس قولا دور مصر الداعم دائما وابدا الى ابناء الشعب الفلسطيني ده الهدف الاساسي الاسمة اللي بنضع قصاد اعيننا لما بنتكلم على فتح المعبر وده بيكون طبعا قرار سيادي من رئاسة الجمهورية واحيانا احنا حتى كمواطنين كده ممكن يقولك اه بس احيانا لما بنفتح المعبر بيحصل حاجات بعدها ومعرفش ايه ده بيكون فيه دراسات كتيرة جدا رئاسة الجمهورية بتكون عارفة كويس قوي هذا القرار فيه حالات انسانية بتكون عالقة فيه مرضى فيه طالبين للعلم بيكونوا داخلين هنا الى مصر يطلقوا العلم تالي مش ممكن ابدا مصر تغلق ابوابها امام ابناء الشعب الفلسطيني اليوم كللت هذه الرسالة بما قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من التهنئة لفلسطين والحقيقة انه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لالقاء كلماته تعالوا شوف مع بعض جزء من هذه الكلمة اليوم ومنذ ساعات في الامم المتحدة عندما اعلن الرئيس السيسي انه فلسطين باذن الله سترأس المجموعة 77 زائد الصين وانه هذه المراسم ستكون في يناير 2019 كما تعلمون فان رئيسة مجموعة 77 متتالية بحيث تنتغل كل عام لاحد الاقاليب الثلاث المكوني لمجموعة 77 وهي تدور في العام المقبل على اقليم اسيا المحيط الهادي وقد سبكت تسكير كل من اقليم اسيا المحيط الهادي والاجتماع الثلاثين لكبار مسؤولي مجموعة 77 ترشيح دولة فلسطين لرئاسة المجموعة في العام 2019 هل افهم ان الاجتماع الوزاري يرغب في انتخاب دولة فلسطين بالتسكية لرئاسة مجموعة 77 للعام 2019 بالنيابة عن دول الاعضاء مجموعة 77 دعوني اتقدم بالتهنئة لحكومة دولة فلسطين على انتخابها لهذا الموقع الهام نثق في انها تحت القيارة الحكيمة لدولة فلسطين وبالدعم القيم من السكرتارية التنفيذية للمجموعة واتعونكم جميعا ستتمكن مجموعة 77 من تحقيق المزيد من الانجازات في العام 2019